مية اخر 14 حاجة يا امر جبتك هنا في الحتة النظيفة دي عشان ما اطلعلكش في الشقة وتقفش عليها تاني زي المرة اللي فاتت ابن قصول يا عزوز بس ايه العبارة؟ يعني مخرجني يوم قاعدني في حتة غالية؟ ما اللي احنا هنقوله هنا؟ كنا قلنا بالليل في الكبارين؟ لا بقى يا عناية انا مش نفعني كلام التخطيف العمال يمط زي القاستك رايح جاي ده انا جبتك هنا يا حبة قلبي عشان اقطع مسيح انا مش مستريحة لك يا عزوز عايزي زي ما قلتلك قبل كده يا حبيبتي انا رايدك على سنة الله ورسوله وانا رحلتي لمرة ولا عيل يعني انا وانت ولا حد تالتنا انا وانت انا وانت وبس وانا بقى الجواز النمرة كام بالصلاة عنابي الله وبالنمرة نجبت مصر ولو بالنمرة انا هريحك انت النمرة الاخرانية اللي مفيش بعديها وقلت الكلام بقى الحلو ده اللي كان واحدة قابلي يا زيزو الله 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 زيزو يا صلاة عالنبي يا صلاة عالنبي طالما قلت زيزو خلاص ده باسم الدلع والدلع ده علامة الرضا زيه زي السكوت بالظبط وانت بقى يا حبيبتي لفيه لقابلك وهلا بعدك انا جاهز اكتب عليكي وقتي لو حبيتي يعني جاهز جاهز وقتي يبقى قابلي كتب الكتاب انا لي طلبين ملعين دي وملعين دي طلب من دي وطلب من دي الزفت اللي اسمه سوكا ده قلب علي وانا ناني اللي ما يتقلبش عليها خلاص يبقى هو كده اقفل عداده معنا الليه لآخر نمر ليه في المحل لا 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 مش للدرجاتي انا برضه ما حبش قطع العيش اه ده غير ان هو اللي بيسخن الصالة والزباين انا عايزك بس تقرس هالو بس كده عيني ده تقمر يا امر ده انا هخرم هالو وعلق له فيها حلق كمان غمد العين دي والدين التاني اهو الطلب التاني انا عايزك تقاملي مستقبلي وتكتبلي نص الكبارية نص ايه؟ ما قالك وشك قلب كده زي العد وكلبي في الزحمة ايه؟ نص الكبارية هو انا مش هشاركك في عيشتك يبقى كله شرك واكتبلك ليه يا ناني؟ الله يا بنت الحلق اللي ما نتجوز هيبقى كله ملكك وبتاعك ده انا نفسي بش احمي و لحمي هبقى بتاعك ننصص ليه يا ناني؟ اللي اوله شارط اخره كشفي عناية وده شارطي وقت ما تبقى جاهز وتقول امين اقولك زوجتك نفسي سلام يا زيزو وانت امير اللي انجليزي بتاعك كويس ولا تعليم مجاني زيانا كده؟ لا لك بتبقى انا باهي برشا ايه؟ باهي برشا امشيت معاك فالعرب على فكرة بقولك امير المشور اللي احنا رحينه ده كله قلق فعايزين شغل نظيف حاجات قنيس عيبات دي اه؟ انا الشيخ جاسم شاكر لي فيك ما ما تصغرهوش اوكي مشيت معاك ايه؟ امشيت معاك يا رئيس ودومني انتعلى امين يا ربي يا ساتر سلام عليكم انت هتفضل بصلتلي كده ولا ايه؟ ما تشوف لي انا مستر اندرو فيه؟ وارس مستر اندرو؟ لا يا شيخ ما فهمتش انا بتعالي صباح الفل قوله صباح الفل جود ايفيني مسر اندرو جود ايفيني سيار قوله ابراهيم كيبداكي يعني زي كنتاكي كده عندهم شاب مصري جدع هز نيم ابراهيم كيبداكي سيم لايك مستر كنتاكي جيب شان جود ماني كيف يمكن ايساكي؟ شنو تحب منه؟ بسد انا فهم الانجليزي بتاعه اكتر من التوركي بتاعك ده بقولك ايه؟ قوله ان هو اللي عوزنا وانه كمان حيطلع بمصلحة عاسية نحن لتساكي ونحن لدي شيء لك لك؟ لأي؟ خلاص فهمتها فهمتها قوله كمان مش انت ماروان ابو عرب لما اخذ عالما عليك في ألمازة وطلع منك مليون ونص يورو ماروان ابو عرب تشيتد يو وانتوك منك 1.5 مليون يورو هذا صحيح كيف تتعلم؟ قوله ان كبدك يعرف الكفتة لامو أخذ الكفتة؟ يا أمير الكفتة أمير فيه ايه؟ قوله ان كبدك يعرف الكفتة وانه راجل وجدع مماية مماية كمان خلاص كده؟ نعم قوله كمان ان انا هركع له فلوسه كلها كيف؟ فهمت بس قوله ان انا مش ركع له فلوسه لللاو للوطن واكد على لللاو للوطن دي انت متخنصر في الترجمة ولا ايه؟ فيه ايه؟ هيا كده الجملة؟ نعم ايه يعطيك نزمة لا قوله ان انا مش عاوز فلوس وانه هياخد كل فلوسه متقستكين متقستكين؟ ايه بعتجين مترجم بيني وبينك يترجم لنا ولا اعمل ايه في الليلة السودة دي؟ ترجم ويوالي تتعلم كل فلوسه شنو تحب منه؟ اقوله مقابل خدمة هاباقوله عليها بعد هاباقوله عليها بعدين ومش اقوله عليها دلوقتي بعدين ويوالي تتعلمك عنها بعدين لا مشكلة ولكن يجب ان تكون قانونية لا قانونية لا بص بقى في دي وانت بتترجم له ها برقله برقله كده وقوله انك بدك يمالوش في الشمال وانه راجل زي البرلانت البرلانت؟ يالله هاني يالله يالله ألو سوندوس بتسلم عليك كتير بتقول الجمالات وحشاني عاوزك تعملي بيط لساعد حبيبتي يا سوندوس وحشتني قوي هاي تي ان شاء الله كلها كم يوم وعدوا إيه معاينا مش عارفة وإيه سراحة موقفة علاء هو اللي سهل لنا أمر الزيارة دي هو العمل الإدراءات وأنب كل حاجة ايه يا صحة ساعدنا كتير بعدين يا راجل ما تحسش نظامة قالت حدنا دكتور ودكتور سنان كمان نادر تصل بيه وقال لينا عنده مقامة اسمه هاني هيبعته لك يحضر القضية ويحضر التحقيقات وهيفضل كده بالتلفون ويبلغه لحد ما ييجي أنا خلاص يا بابي مش قادر أصدق أحد أنا تعبت تعبت من البهدلة دي وعايز أخبت بأي شكل؟ عايز أقول لك حاجة كوريا كلمتني بالتلفون وجالت أخيها للغربة جرساني بس أنا مستحملة كل دي عشان خاطر هيدهاني ربنا هيجعل الحل على يدها ان شاء الله وحشتني المجنونة بتحبك كتير وانا كمان بحبها يا رب بقى كده ترجع بسلمة من خلاص من القرف ده ليه بقى اللي انت كنت عايزة تقوليه وخايفة تقولهولي خلاص بقى يا مروان سبني كنت ما أنا أقولك لوحدي ماشي أنا مش فاهم مش فاهم إزاي سمعت كلامك وما جبتش البوديجاردات هديكي شايلة لحاجة وسنداني لغاية العربية صراحة كده أنا مش طيقاء وخايفة منهم وبعدين إيه لازمته البوديجاردات ما إحنا ماشينا هوا في الشارع وزاي الفل وما فيش أي حاجة يعني إيه مفيش حاجة يا ناجوان إحنا وضعنا دلوقتي بزاي الأول إحنا عندنا فلوس كتير والعين علينا وبعدين البوديجاردات دول إمج وأنا داخل على مشروع كبير لازم ينبوض الإمج ده مشروع إيه؟ يعني معقول يا باشا تشيلوا بنفسكو وكبدك في اليونانت لا ده كده ماينفعش حبيبي يا باشا يخرب بيدك يا كبداك أنت عرفت إن إيه نهاد إن إحنا إنه؟ أنا بحس بك يا باشا أول ما بحس إن إنت عاوز كبداكي قلبي بيدوقي كده وأظهر لك من أي حد باشا يا كبداك حبيبي يا باشا أنا رفت للرجل اللي إنت بعدتني ليه بقيته طالع على المطار ومسافر شوف بقى لو عايز أسفر وراه أو تبيني اختبار طاني اللي إنت عاوزه بس أنا شغال معك يعني شغال آه آه هتفتغ عليه بقى أي حاجة يا باشا شوف اللي إنت عاوزه أنا بعرف أطبخ بعرف أسوق يعني اللي إنت عاوزه طيب 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 خلاص خلاص هتفتغل معي بجد يا باشا والنعمة حبيبي حبيبي يا باشا بس يا بس هتشغلني إيه؟ أقول لك هشغال لك سواء بجد يا باشا أنا عايزك تتطمن إنت طول ما إنت معك إبداكي أنا عايزك تتطمن على الآخر لا متتطمن حبيبي يا باشا يلا بينا نادر أنت عارف أنا عند إيه بحترين منك وبقى الدرك بس أنا بقى يا أخي في حاجة محايراني جدا إزاي إنت متخلل إن واحدة زي كوريا دي تعرف تضحك على واحد زي مراوان إسمع عماد أنا عارف إن كوريا فيها مليون عيب لكن فيها ميزة مهمة جدا بالنسبالي إن لو دخل حسابها خمسين مليون دولار مش هتفكر لحظة واحدة إنها تسرق ملين منهم يا حبيبي ما هم عمرهم ما يخش حسابها بطريقتها وإسلوبها دور إسمع خليك أنت بس معهم